بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي منزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر النس لا يؤمنون الله الذي ربع سماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمع يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع وتجاورات وجنة من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقول يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغنال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خنت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاهل سواء منكم من هسر القول ومن جهربه ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مردنا وما لهم من دونه من واي هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقات ويسبح الرعد بحمله والملائكة من خيفته ويرسل الصوارق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسد كفيه إلى الماء ليبلغ غفاه ومن هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم من الغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أبتغلتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلون الله شركا أخلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسانت أوليتهم بقدرها فاحتمل السين زبدا رابعا ومما يوقدون عليه في النار بتغاء حلية أو متاع من زبد مثله كذلك يغرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفذ في الأرض كذلك يغربه كذلك يغرب الله خلقه كذلك يغرب الله خلقه كمن هو أعمى كمن هو أعمى إنما يتذكرون الألباب الذين ينفعون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون من أمر الله به أن يوصلوا ويخشعون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سموا وعنانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار أولئك لهم عقب الدار جنات عدل يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب جنات عدل يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فلعم عقب الذاق والذين ينقذون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أن يرسل ويرسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا بتاع ويقول الذين كذروا لولا أنزل علي آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآب كذلك أرسرناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه ذوكلت وإليه متاب ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو تطلعت به الأرض أو تلم به الموتابا لله الأمر جميعا أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بمن صلعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استوزع برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو طائم على كل نفسهم بما كسبت وجعلوا لله شركا قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل سين للذين كفروا مكروا وصدوا عن السبيل وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائما وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله بي ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا ومن كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أولد وفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن نأتي الأرض لنقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفسهم وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفرون استمرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وبن عنده علم الكتاب